أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتبني كل الإجراءات والمحفزات الممكنة لزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر خاصة وأن أعداد السائحين الذين يزورون مصر كل عام غير متناسبة مع المعالم السياحية الضخمة والمتنوعة التي تمتلكها مصر وخلال اجتماع مع عدد من الوزراء وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع تنسيقي بين وزير السياحة والآثار ووزير الطيران للاتفاق على الأليات المقترحة لتسيير رحلات طيران منخفض التكاليف وغيرها من المحفزات والتيسيرات الأخرى وإعادة العرض على رئيس الوزراء بمقترح متكامل مطلع الأسبوع المقبل